مشاهدنا وإلى سليمانية ينضم إلينا مراسلنا شيار محمد حيث خصصت دائرة الكهرباء في المحافظة تطبيقا هاتفيا للتحكم بالخدمة المنزلية نعم شيار تفضل نعم مساء الخير على الجميع يعني بعد تخصيص قطاع الكهرباء دائرة الكهرباء هنا للخدمة المنزلية خدمة الكهرباء إلى المنازل يعني منذ فترة بدأ العمل بها بالفعل هنا في حدود محافظة سليمانية وهي على وشك الانتهاء وتركيب العدادات الكهربائية الخاصة والإلكترونية يعني على كافة منازل محافظة السليمانية دائرة الصحة تعلن عن تخصيصها لتطبيق وأبليكيشن على الهواتف سواء كانت الأندرويد أو الآي او اس هذا التطبيق يستطيع التحكم بأمبيرات أو قيمة الأمبير الداخلة إلى المنازل عبر أبليكيشن يستطيع التحكم بقطع أو فصل أو إعادة وصل مرة أخرى الكهرباء الخدمة المنزلية إلى المنزل عبر التطبيق إضافة إلى ذلك سيكون هناك خدمة الفواتير أيضا عبر هذا التطبيق يعني هناك تسهيلات تقدم للمواطنين لم يكن لا داعي للذهاب مرة أخرى إلى الدائرة والعمل بالأمور الروتينية البيروقراطية وإنما تستطيع دفع الفاتورة من المنزل عبر هذا التطبيق عبر تطبيق أبليكيشن هذا النظام يعني كما قلت وبدأ به بالفعل العمل به منذ بداية هذا العام هنا في حدود محافظة سليمانية يحاولون فيها تقليل الزخم الحاصل على الشبكة الكهربائية في محافظة سليمانية من جهة إضافة إلى ذلك تقليل التقلينات يعني هذا التطبيق أو هذا السيستم سيؤدي إلى تقليل يعني إعطاء سعاد أكبر للكهرباء إضافة إلى ذلك التحكم بكمية الكهرباء الداخلة إلى كل منزل في حدود محافظة سليمانية وهو ما سيؤدي بالنهاية إلى تحسين خدمة الكهرباء بحسب دائرة الكهرباء هنا في حدود محافظة سليمانية تقول أن هذا العمل بهذا السيستم سيقلل وسيحسن من جودة الخدمة الكهرباء الداخلة إلى المنازل إضافة أن ذلك سيكون يسهل عملية جباية عائدات الكهرباء من المواطنين وتخفيف الأمور الروتينية وتخفيف الأمور البيروقراطية المتعلقة بورقيات والاعتماد بشكل كل على موضوع الكتروني وهو السليمانية سباقة في هذه الأمور دائما تستحدث أنظمة جديدة وتستحدث أنظمة تعتمد على التكنولوجيا سواء كانت في الكهرباء وسباقها أيضا كان في دائرة مرور السليمانية هذا بالنسبة لي موضوع الكهرباء والخدمة المنزلية